ورأيت رؤوس ودماء خنازير ألقيت على موقع البناء هذا موقع بناء مسجد بألمانيا فهل يفتتح المسجد بالفعل في ولاية تورينغان في الشرق الألماني؟ ولماذا يجب أن يكون محمياً بسياج بارتفاع مترين؟ رئيس وزراء الولاية الحالي يوضح لنا الأسباب أرى المنشورات العدائية والملصقات وكذلك الكراهية الموجودة فيها ورأيت رؤوس ودماء خنازير ألقيت على موقع البناء هذه كلها أشياء أعتبرها غير مقبولة على الإطلاق هذا المسجد من أوائل المساجد التي لديها مئذنة في شرق ألمانيا لكن أي طائفة قائمة على بناء هذا المسجد؟ سنعرف ذلك في نهاية هذا الفيديو رئيس وزراء ولاية تورينغان الحالي منفتح على التنوع وهو من حزب اليسار لكن ماذا لو تولى السلطة حزب البديل من أجل ألمانيا؟ اليمني المتطرف الذي وطد وجوده في ولاية تورينغان بعد فوزه مؤخراً بالمرتبة الأولى في انتخابات الولاية وهو حزب مناوئ للإسلام والهجرة فمثلاً انظروا ما يقوله أحد السياسي هذا الحزب الشعبوي عن فكرة بناء المسجد لا نرى أنها فكرة جيدة قلنا منذ البداية أننا لا نوافق ولا حتى على طريقة بناء المسجد وشكله الظاهر للعيان هذا أعداد معارضي المسجد تزداد بالطراد في هذه الولايات الألمانية الشرقية وقد كان فوز حزب البديل فيها بشعارات مثل الوطن بدلاً من التعددية الثقافية بمثابة زلزال سياسي في ألمانيا فكيف يحتجوا مؤيدون لهذا الحزب الشعبوي على بناء المسجد؟ منذ نحو سبعة أعوام يقومون بتنظيم ما يشبه القداس الاحتجاجي أمام موقع بناء المسجد مساء كل يوم اثنين تقريباً وفي عام 2017 كانت هناك احتجاجات ضد بناء مسجد جديد مثلاً من خلال نصب عشرات السلبان الخشبية مقابل موقع البناء وكل ذلك تم بمبادرات يمينية شعبوية يمين متطرف بات يخاف منه المهاجرون في شرق ألمانيا بل حتى أن شركات بناء ألمانية رفضت المشاركة في بناء المسجد خوفاً من اليمين المتطرف كما يقول المتحدث باسم المسجد واضح منذ زمن طويل أن الفاشية وصلت إلى مركز المجتمع لقد عيشت هذا بنفسي لذا لم يفاجئني فوزهم مطلقاً لكننا حذرنا مراراً من حدوث ذلك الطائفة الدينية القائمة على بناء هذا المسجد بألمانيا هي الطائفة الأحمدية والمتحدث باسمها بمدينة إيرفورت عاصمة ولاية تورينغان كان هو وعائلته معرضين للاضطهاد في وطنهم باكستان فهربوا إلى الأراضي الألمانية ولكن هربنا من بلادنا بسبب المتطرفين وها نحن هنا ننظر في أعين المتطرفين مجدداً لكن هذا لا يخيفني بل يشجعني على الاستمرار فهل تأتلف الأحزاب الألمانية لمنع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة بولاية تورينغان الألمانية ويفتتح المسجد في النهاية؟ شاركونا التعليقات على تقرير مجلة عين على أوروبا واشتركوا في قناة DW عربية اشتركوا في القناة